20 ألف عامل يمنعوا من الدخول يومين وإغلاق معبر بيت حنون أمام هؤلاء العمال اللي هم أصلا بعانوا من حصار حوالي 17 عام على قطاع غزة خسار العمال تتجاوز يومين 5 مليون شيكل بمعنى حوالي مليون ونص دولار خسار عمال يومية العمال يعانوا أصلا أوضاع صعبة داخل قطاع غزة حوالي 60% من العمال يعيشوا تحت خط الفقر نسبة البطالة بين العمال تتجاوز 50% إذن العمال وضحهم صعب داخل قطاع غزة استمرار إغلاق المعابر على قطاع غزة وخاصة مامر بيت حنون بالتأكيد سيزيد من حالة الضغط على الواقع الإنساني الضعيف أصلا بفعل الحصار الإسرائيلي وهذا يعني زيادة في حجم التوترات والغضب الفلسطيني والإحتاجات حمى المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات التي تهدف إلى العقاب الجميع لشعب الفلسطيني وتشديد الحصار على أهلنا المترجمات التي تهدف إلى العقاب الجميع